كتير بحب أحضر الحلويات الباردة سهلة التحضير ما بتاخد مكونات كتير اليوم رح نعمل حلة بالموز أول إش رح أستخدم آلب الإنجليش كيك أو الآلب المستطيل بنقدر طبعا نستخدم أي صينية أو آلب متوفر عنا حتى أقدر أقلبه بسهولة عندي هون كيس نايلون أنا قطعته بشكل مستطيل وأطعت كمان أطعه بهذا الشكل حتى يغلف كل جوانب الآلب رح أستخدم بهالوصفة حبتين موز يكونوا كبار إذا كان الموز صغير بنستخدم أربع حبات بدون ما يزحلق من إيدي رح أبدأ أقطع الجهة اللي فوق من القشرة بهالشكل هاي الجهة السفلية تركتها موجودة وهلأ رح أقطع حبة الموز جوه القشرة بهالطريقة لدوائر هون رح أجيب شرائح الموز اللي قطعناها وأضيفها بقاعدة الآلب بهالشكل ورح أبدأ أفردها لتأخذ شكل الآلب نعمل طبقة أو طبقتين حسب الكمية اللي أنتوا بتحبوا تضيفوها ومنحاول إنهم يبطنوا قاعدة الآلب كامل رح أضيف إضافة بسيطة من عندي طبعا هي اختيارية رح أضيف بس مجرد معلقة أو معلقتين كبار بس من الشوكولت شيبس فوق الموز بالكسرولة هاي على البارد رح أبدأ أضيف كوبين من الحليب السائل لو مش متوفر عنا الحليب السائل نستخدم كوبين ماي مع أربع معالق كبيرة من الحليب البودرة هون رح أضيف أربع معالق كبيرة من لطحين هون رح أضيف كمان نص كوب سكر طبعا السكر كميته اختيارية بنقدر نقلل أو نزيد عندي ربع كوب من جوز الهند المبروش ناعم وآخر إشي رح أضيفه هو معلقة صغيرة من الفانيلا هلأ رح أحرك هاي المكونات على البارد قبل ما أرفعها على النار حتى ما يتكتل معي الخليط وإي إشي بيحتوي على لطحين أو النشا أول من حركه على البارد بعدين منرفعه على النار تقريبا هالخليط بيشبه لمهلبية بس عملناه بالطحين بدل النشا ومنقدر كمان نستغني عن جوز الهند إذا مو حابين تضيفه رح أستمر بالتحريك حتى تتكثف وتعقد معي وتتحول لقوام كثيف مجرد ما بدأت معي بالغليان طلعت معي هون الفقاقية الكبيرة هيك بنكون انتهينا منطبخها على النار رح أرفعها من النار مباشرة رح أصب الخليط مباشرة وهو سخن فوق قطاع الموز والشوكولات شيبس اللي حضرناهم بالقالب الكمية اللي أنا عملتها بتعمل مقدار صغير لو حابين تحصلوا على مقدار أكبر بتضعفوا كل المكونات لتحصلوا على كمية كبيرة بحاول أسوي السطح قد ما بقدر وهلأ كخطوة اختيارية إضافية بنقدر نضيف إطاع البسكوت على الوجه بس لازم نضيفها والخليط هذا عندي ساخن رح أضيفها وأضغطها شوي صغيرة هيك حتى تمسك معي بالخليط هلأ لازم أتركها تبرد على درجة حرارة الغرفة على طاولة المطبخ قبل ما أحركها بعدين رح أنقلها على التلاجة هلأ رح أبردها بالتلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين ويفضل نبردها ليلة كاملة بس رح أستخدم صحن يكون أكبر من الآلب رح أقلبه فوقه بهالشكل هلأ رح أرفع الآلب وبرفع كمان ورق النايلون بهدوء أنا هون الحلو صار عندي جاهز بقدر أقدمه مثل ما هو وبقدر أزينه كمان بالبسكوت المطحون أو حتى بجوز الهند المبروش وهلأ بدنا ندوء الحلو مع بعض هتكون عبارة عن طبقة مهلبية غنية وكثيفة مع طبقة من الموز صحتين وعافية شكرا